موسيقى وسألتم موقاتاً أينما كنتم شيئاً فشيئاً يشتد وطيس الصراع الانتخابي نعم صراع انتخابي وليس تنافساً انتخابياً اعتيادياً مألوفاً بين مترشحين عن كل الحزبين التقليديين التاريخيين للولايات المتحدة الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري نتحدث عن صراعاً واضحاً لأننا إزاء تكرار للسيناريو الذي شهده العالم ولم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في عام 2020 بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب السباق الذي بات يفرض على الجميع استخدام كل ما أمكن استخدامه من وسائل أكان ذلك مألوفاً ضمن آليات العمل الديمقراطي التاريخي التقليدي في الولايات المتحدة أم جرى الاستعانة بشيء من خارج المألوف داخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان الأمر مرتبطاً ببعد اقتصادي أو بعلاقة إقليمية أو بتفاعل دولي أو حتى كان مرتبطاً بعلاقة كل مترشح حول بعض القضايا الاجتماعية التي تشكل جانباً من منطلقات الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية الاستعانة ببعض أركان الحرس القديم داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما ناصبوه العداء وبطبيعة الحال من ناصبوه العداء كثره يستعان في هذه الآوينة بمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون وما يقوله بشأن ما إذا كانت لدى ترامب ميول ديكتاتورية أم إنه مطور عقاري ليس إلا أهلاً بكم ووقفة جديدة مع سباق الانتخابات في الولايات المتحدة ذكرت قناة ABC الأمريكية نقلاً عن مدير اتصالات حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن مايكل تيلر أن الحملة أصدرت بياناً اليوم انتقدت خلاله المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب لمشاركته مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يصور ما يبدو أنها صورة لبايدن وهو مقيد ومختطف في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة وأصف تيلر هذه الصورة من دونالد ترامب بأنها تشكل نوعاً من الهراء الذي ينشر ويأتي في إطار الدعاية العنيفة على غرار تهديده السابق بتحويل الولايات المتحدة إلى حمام دم إن لم ينتخب رئيساً للولايات المتحدة مضيفاً أن ترامب يحرض وبانتظام على العنف السياسي وأن الوقت قد حان ليأخذ الناس ما يقوله ويهدد به على محمل الجد لافتاً إلى أنه سبق وقام بالفعل بالهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير من عام 2021 إلى ما قاله جون بولتون إذن المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض إبان حكم دونالد ترامب جون بولتون قال إن ترامب ليس لديه عقلية ديكتاتور بالرغم من إعجابه ببعض الحكام ممن يتصفون بهذه السما قالت دي جارديان نقلاً عن بولتون الذي سئل عما إذا كان ترامب لديه بعض الميول الدكتاتورية قال إن ترامب ليس تكياً بما يكفي ليكون كذلك هو ليس إلا مطور عقاري من نيويورك ينضم إلينا مرسلنا ياسر نور الدين على الهواء مباشرة ياسر ما الذي جد في السباق في هذه المرحلة بين حملتي بايدن وترامب تحياتي لك أحمد والسادة المشاهدين الذي جد هو يوماً بعد يوم تقترب الانتخابات الأمريكية لابد أن يحسم أو تحسم الحملة لجو بايدن طريقها وأيضاً على الجانب الآخر يستخدمون كما تفضلت يا أحمد هذا لم يحدث في السالفين لم تحدث مثل هذه الأقوال أو الأفعال دونالد ترامب هو من استحدث منذ الانتخابات السابقة وفي 2020 هذه المسميات وهذا الهجوم عندما نعت الانتخابات بأنها مزورة أن تحدث هذه الكلمة أو هذه الجملة في الانتخابات الأمريكية كان شيئاً عظيماً وتحدثنا عنه وتحدث عنه المتابعون والمحللون بشيء من التفصيل أما ما يحدث الآن هو محاولة لكسب أرض على الواقع لا يتورع دونالد ترامب بعمل أي شيء وحملته الانتخابية رداً على كل التهم تنتظره أربعة تهم آخرها سوف تكون على مشارف الخامس من نوفمبر القادم أي الانتخابات الأمريكية يحاول بكل اجتهاد وحملاته الانتخابية الرد على جو بايدن وحملاته الانتخابية حيث أنهم يؤمنون بأن كل هذه التهم ما هي إلا تهم سياسية تحاول توقيفه أو إيقافه عن الزحف إلى البيت الأبيض ياسر قضية جمع التبرعات التي تثير لغطاً واسعاً على مستوى الولايات المتحدة على مستوى الدوائر الرسمية وعلى مستوى القواعد الانتخابية باعتبارها تشكل جانباً من جوانب التفوق كما يظن في ذلك كيف تدار في هذه المرحلة يعني هذه القضية بالفعل هي على الساحة الأمريكية بكل قدم وصاق تحاول حملة ترامب أن تجمع من الأموال ما يكفيها وأيضاً على الجانب الآخر ولكن بالفعل التفوق بالنسبة لحملة جو بايدن هو الأهم حيث أنها وصلت في فبراير الماضي كانت وصلت لـ 155 مليون دولار أمريكي كان آخرها هنا في ولاية تانيورك 25 مليون دولار أمريكي بعد استعانة جو بايدن كما تعلم أحمد بالرئيس السابق باراك أوباما وأيضاً الرئيس بيل كلينتون وجيمي كارتر كان لكبر سنه 99 عاماً أيضاً الأخبار تحدثت بأنه إذا ما كان حالته الصحية تستطيع كان هو الآخر سوف يأتي على الجانب الآخر الأقل حظوظاً لحملة ترامب حيث أنه مجغول بعض الشيء بالقضايا ومحاولة تخفيض الغرامات نصف مليار دولار تقريباً في قضيته الأخيرة هنا في ولاية تانيورك 45 مليار دولار أمريكي فقط ولكن الحملة التي سوف يقضها في الأيام القليلة القادمة يوم الخميس القادم في إحدى الولايات الأمريكية وينس كونسيت سوف تقول كما تقول الحملة سوف تصل إلى أقرب إلى قرابة 33 مليون دولار أمريكي بالنسبة لمسألة التبرعات ومسألة الإنفاق هي المسألة الأبرز وهي الطريق الصحيح للبيت الأبيض وهذا أيضاً ما جعل ترامب كان قد هدد أحمد تذكر معي كان هدد كل المتبرعين لنيكي هيلي في سباقها عندما قالت بأنها سوف تستمر في الانتخابات التمهيدية تحدث ترامب عفواً بأنه سوف يعني يقاضي هؤلاء وسوف يحاكم هؤلاء إذا ما وصل للبيت الأبيض ويحاكم أيضاً نيكي هيلي من أين جاءت هذه التبرعات وهذه الأموال الانتخابات الأمريكية القاعدة الأساسية لها هي الأموال التي يستطيع من خلالها الوصول إلى البيت الأبيض والوصول إلى الناخبين من الدعاية وخلافه وأيضاً هذا ما جعل رون دي سانتوس أن يخرج من السباق مبكراً هو وبعض المرشحين في هذا السباق في الانتخابات التمهيدية الانتخابات الآن تشتعل أحمد ويعني نراها في كل زاوية من الولايات المتحدة الأمريكية والأحاديث والأخبار الكل الآن يتحدث عن جو بايدن وسباق الانتخابية عن ترامب وأيضاً عن كيندي جونيور الذي يريد أن يدخل مستقلاً وأيضاً مسألة الأموال تدور في فلك كل هذه الأنباء للوصول للبيت الأبيض في الخامس من نوفمبر القادم ياسر نور الدين مرسلنا على الهواء مباشرة من نيويورك أشكرك شكراً جزيلاً كنت معنا كالمعتاد على الهواء مباشرة من نيويورك طالبت المتحدثة باسم حملة دونالد ترامب كارلون ليفت عبر حسابها على منصة X طالبت إدارة الرئيس جو بايدن بالاعتذار لملايين المسيحيين الكاثوليك في جميع أرجاء الولايات المتحدة الذين يعتقدون أن اليوم هو احتفال واحد فقط وهو الاحتفال بقيامة المسيح وعيد الفصح وفي وقت سابق كان الرئيس الأمريكي قد أصدر مرسوماً أعلن فيه أن اليوم سيكون يوم ظهور المتحولين جنسياً قائلاً إن الأمريكيين المتحولين جنسياً يشكلون روح الأمة الأمريكية وهو ما تزامن مع الاحتفال بعيد الفصح نشر الصحفي الأمريكي بريم ثاكر عبر حسابه على منصة X مقطعاً مصوراً للنائب الجمهوري تيم والبرج يدعو فيه لضرب قطاع غزة بالقنابل النووية تماماً كما حدث في هيروشيما ونجازاكي في اليابان بان الحرب العالمية الثانية وقال السيناتر والبرج في مقطع الفيديو إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنفق سنتاً واحداً على المساعدات الإنسانية في غزة بل يتعين أن تنهي الأمر سريعاً على طريقة نجازاكي وهيروشيما ترجمة نانسي قنقر في رسالة رسمية بدأت حادة للغاية توجه السيناتر الجمهوري جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب للرئيس الأمريكي جو بايدن بدعوة رسمية للمثول أمام اللجنة لإدلاء بشهادته في التحقيق الجاري في استغلال نفوذ لصالح معاملات تجارية لبعض أفراد عائلته لتعلن اللجنة بأن أكثر من 24 مليون دولار تدفقت لحسابات بايدن ولعائلته من مصادر أجنبية ومن شركائهم التجاريين وأن شهادات الشهود تتناقض مع موقف بايدن بشأن هذه التدفقات لكن يبدو أن بايدن تجاهل هذه الرسالة ولم يرد حتى الآن فهل يمكن أن يمضي الجمهوريون في تتبع خيوط التحقيق لمحاولة مساءلة بايدن توطيئة لعزله بينما يرى كومر أنه سيعمل على تفعيل الإجراءات الجنائية لمحاكمة بايدن قضائيا في حال خسر السباق الرئاسي لا يصعى الجمهوريون فقط لاستعادة عرش الرئاسة ما يتيح لحزبهم التربع على كرسي المكتب البيضاوي من جديد بل تتجه المساعي لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والتحقيق معه في تهم استغلال النفوذ من أجل تسهيل معاملات تجارية لنجله حيث قام الأرشيف الوطني بتسليم ما يقرب من ستة آلاف صفحة تحتوي على رسائل بريد إلكترونية إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب الأسبوع الماضي حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية وأفد مساعد كبير ينتمي للحزب الديمقراطي بمجلس النواب أنهم لم يكتفوا بذلك فحسب بل نشر الأرشيف الوطني أكثر من 20 ألف صفحة من رسائل البريد الإلكترونية المتعلقة بعائلة الرئيس الأمريكي ونجله هانتر كما سلم الجمهوريون في مجلس النواب أكثر من 75 ألف صفحة أخرى من السجلات حتى الآن وتغطي رسائل البريد الإلكتروني طلبات متعددة من لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكية والتي هي الجهة المسؤولة عن متابعة التحقيق وتشمل الطلبات المستندات التي تم فيها استخدام اسم المستعار لنائب الرئيس في عهد أوباما حيث كان بايدن يشغل هذا المنصب بالإضافة إلى مسودات خطاب ألقاه أمام الهيئة التشريعية الأوكرانية في عام 2015 بجانب أي اتصالات مع هانتر بايدن أو شركائه التجاريين وعلى الرغم من شعور الجمهوريين بالقلق من احتمال التصويت على مساءلة الرئيس أرسل رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر دعوة رسمية إلى الرئيس بايدن للإدلاء بشهادته أمامها لم يرد عليها الأخير حتى الآن بينما صرح كومر وقتها في مقابلة تلفزيونية أن هدف التحقيق لم يعد عزل بايدن فقط بل إعداد الإحالات الجنائية التي يمكن لوزارة العدل بقيادة ترامب في المستقبل التصرف بناء عليها إذا وصل رئيسا للبيت الأبيض ما يعني التمهيد لمحاكمة بايدن قضائيا حال خسارته السباق الرئاسية من القاهرة كالمعتاد ينضم إلينا الكاتب الصحفي خالد داود مدير تحرير الأرام ويكلي أستاذ خالد حتى توضع الأمور في نصابها ما الذي تمثله خطوة جيمس كومر لسماع شهادة أو إفادة أو التحقيق تحت مظلة الكونغرس هذه المرة نعم مساء الخير أستاذ أحمد من الواضح أنها تأتي في أجواء الانتخابات التي سنشهدها بعد سبعة شهور من الآن وأيضا تنفيذ لتهديد الجمهوريين بأنهم سينتقمون لقيام الديمقراطيين أثناء تولي ترامب لمنصب الرئاسة بمحاولة عزل مرتين بسبب علاقاته مع أوكرانيا وممارسة ترامب للضغوط على زيلنسكي الرئيس الحالي لأوكرانيا من أجل توفير معلومات قد تدين بايدن وناجلو هانتر قبل انتخابات العام 2020 وكذلك لدوره في الاضطرابات والأعمال الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة واشنطن يوم 6 يناير 2020 عند إعلان نتيجة فوز بايدن بتلك الانتخابات وكلتا المحاولتان طبعا فشلوا كما تعلم أستاذ أحمد نتيجة لأن الديمقراطيين في ذلك الوقت لم يكنوا يمتلكون الأغلبية الكافية من أجل عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وربما يكون هذا هو نفس الموقف الآن في داخل الكونغرس الجمهوريون يمتلكون الأغلبية في مجلس النواب ولكنهم لا يمتلكون الأغلبية في مجلس الشيوخ وبالتالي هذه المحاولة محكوم عليها مسبقا بالفشل في ما تعلق بمحاولة عزل بايدن وإن كان بالطبع ترويج مثل هذه الاتهامات بحق بايدن قبل الانتخابات المقبلة تسعى لنفي ما يحاول أن يصور نفسه على أنه رئيس لديه مصدقية ولديه نزاهة لأنه بالفعل نجلو هانتر بايدن كان متورط في العديد من الانشطة التجارية التي سببت حرك بالغ لوالده أثناء شغله لمنصب نائب الرئيس ولكن السؤال في التحقيق الذي يجريه المجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن إذا ما كان بايدن شخصيا ساهم في الاتصالات مع دول أجنبية مثل الصين وأوكرانيا وروسيا من أجل ضمان حصول شركات يعمل بها نجلو على المبلغ الذي أشار له الجمهوريون في الخطاب الاستدعاء للرئيس بايدن 24 مليون دولار وهو الأمر الذي ينفيه بايدن ولكن في الخطاب الذي أرسله العضو مجلس النواب كومر هو يذكر بالأدلة والتفاصيل مبالغ ومحادثات ومشاركة بايدن شخصيا في الاتصال مع شخصيات من الصين وأيضا من أوكرانيا ومن روسيا قاموا بدفع ملايين الدولارات للرئيس الأمريكي الحالي بايدن أثناء توليل منصب نائب الرئيس وبالتالي هناك مجال كبير للجدل مع الوضع في الاعتبار بالطبع أن الديمقراطيين يوجهون الكثير من الاتهامات فيما تعلق بنزاهة ترامب المالية وهو أمر أيدته المحاكم الأمريكية في الواقع وبما في ذلك المحاكم في نيويورك التي فرضت ما يقترب من نصف مليار دولار من الغرامات على الرئيس ترامب بسبب مبالغته في تقييم أصوله المالية للحصول على المزيد من القروض وكثير من الأمور المالية الأخرى التي تثير الشبهات الأقرب في هذه الخطوة التي تؤثر على وضعية جو بايدن كمترشحا عن الحزب الديمقراطي ولا يمكن أن تكون خطوة جدة أكثر من كونها رغبة في إثارة الضوضاء حول مرشح الرئاسة الأمريكية اليقينية عن الحزب الديمقراطي أعتقد أن هذا هو الغرض الرئيسي من كل هذه التفاصيل التي تبدو مثيرة بكل تأكيد مع الوضع في الاعتبار أن هناك شعور لدى قطاع من الناخبين الأمريكيين أن النخبة الحاكمة بشكل عام في الولايات المتحدة سواء فيما يتعلق بترامب أو بايدن أو طبعا ببعض عضاء مجلس الشيوخة ومجلس النواب تحكمهم العلاقات المالية والكثير من أمور الفساد بسبب طبيعة النظام الأمريكي الذي يسمح بتقديم تبرعات مالية ضخمة للمشرعين أو حتى للحملات الانتخابية للرؤساء كما نشهد حاليا في كمية الأموال التي يهتم كل مرشح بجمعها سواء فيما يتعلق ببايدن أو بترامب ولكن بايدن تحديدا والحزب الديمقراطي يبدعون دائما أنه الأقرب إلى الطبقة الأمريكية العاملة والدفاع عن مصالح الفقراء وبالتالي عندما يخرج مثل هذا التقرير من قبل الجمهوريين في مجلس النواب ويتضمن تفاصيل دقيقة في الواقع فيما يتعلق بالأموال التي حصل عليها هانتر بايدن الذي يواجه المحاكمة الآن في قضياتين بعد تعيين محقق خاص في الاتهامات الموجهة لهانتر بايدن هناك محاكمة في كاليفورنيا جرت جلسة قبل حوالي ثلاثة أيام تم اتهام هانتر بايدن بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون وربعمائة ألف دولار وهناك اتهام آخر له في ولاية ديلاوير التي ينتمي لها والده بيئة بامتلاك سلاح بدون ترخيص في وقت كان فيه مدمنا على المخدرات وشراء السيارات الفارهة فبالتالي هناك مادة ثرية تسمح لجمهوريين بكل تأكيد في موسم الانتخابات بالترويج لمثل هذه الاتهامات لكسر صورة بايدن والحزب الديمقراطي عموما على أنهم يدافعون عن مصالح الفقراء بينما هم في الواقع وهذا أمر حقيقي يعني هم يحققون الملايين سواء فيما يتعلق ببايدن أو فيما يتعلق به مثلا الرئيس الأمريكي السابق ميل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون الذين يعني يعتبر أنها سجلة أرقام قياسية في كمية الملايين التي نجحوا في تحقيقها بعد خروجهم من البيت الأبيض سواء عبر تقديم خدمات أو كتابة كتب أو عمل مشاريع خيرية فالأمر في الولايات المتحدة بالفعل يعني هناك طرق كثيرة للتأثير على المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ من أجل تقديم خدمات أو يعني دعم مصالح دول بعينها حتى لو طبعا كانت تربطها بالولايات المتحدة علاقات متدهورة كما هو الحال تحديدا مع الصين وروسيا في موسم الانتخابات نحن نعرف بالطبع الموقف الحاد الآن من روسيا بسبب أوكرانيا فعدما يقول تقرير صادر من الجمهوريين في مجلس النواب أن نجل الرئيس كان يتلقى ملايين الدولارات من بعض أكثر الشخصيات الروسية سراءا لكي يحصلوا على تسهيلات في الولايات المتحدة أو لكي يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم متهمين بالفساد على سبيل المثال فكل هذه الأمور بكل تأكيد من الممكن أن تؤثر إلى حد الماء بمناسبة الحديث عن قضايا الداخل في الولايات المتحدة لغير المنتمين لأي من الحزبين لغير المنتمين حزبيا للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري ما الحصة التي يمكن أن تنالها القضايا الدينية أو القضايا الاجتماعية لأن اللعب على هذا الوطر بدأ واضحا وتحديدا من حملة دونالد ترامب تجاه سلوك جو بايدن يعني بكل تأكيد هذه القضايا لها أهمية كبيرة في الداخل الأمريكي قضايا مثل الإجهاد قضايا مثل المتحولين جنسيا أو المثليين بشكل عام كما أشرت حضرتك قبل قليل في الخبر المتعلق بإعلان اليوم عبارة يوم لكي يعبر المتحولين جنسيا عن هويتهم كما يقولون في الولايات المتحدة في نفس يوم الاحتفال بعيد الفصح فهذه طبعا يعني أمر استغله بكل تأكيد الجمهوريين لتأكيد الصورة التي يحاولون رسمها عن الديمقراطيين أنهم لا يهتمون بقضايا الدين والأسرة وغيرها من مثل هذه الأمور وكذلك الحال بالنسبة بالتأكيد لقضية الإجهاد قضية شديدة الحساسية وإن كان ترامب يحاول الإمساك بالعصى من المنتصف حضرتك عارف أن المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة العليا في الولايات المتحدة ألغت أحد أهم القوانين التي كانت تسمح بحرية الإجهاد فيها الولايات المتحدة وهذه قضية شديدة السخونة فيها الوقت الحالي أو حتى الموافقة على استخدام الحبوب التي يتم استخدامها من أجل الإجهاد المبكر في حالات الحملة غير المرغوب فيه كل هذه أمور شديدة الحساسية وقد تؤثر على قطاع النخبين وإن كان أستاذ أحمد يعني في الواقع المجتمع الأمريكي منقصب بشكل حاد ولدرجة أنه أعتقد يعني لا الحملات التي يقودها الجمهوريين ستؤثر في من ينون الانتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن وكذلك الحال بالنسبة لمن يؤيدون ترامب مهما تم الكشف من فضائح بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق يعني في الغالب سيعتبر ذلك يعني يمكن غض الطرف يمكن غض الطرف عن بعض القضايا الاجتماعية أو الدينية على أهميتها بالنسبة للناخب الأمريكي في مقابل قضايا أكثر حيوية هكذا يمكن أن يفهم حديث حضرتك يعني إلى درجة ما مع الوضع في الاعتبار مرة أخرى أن ترامب يعني نفسه متورد في العديد من القضايا ويتهم يعني التهمة الأساسية التي واجهها ترامب لديمقراطيين أنهم قاموا بما يسميه بتسليح الأجهزة الأمريكية وعلى رأسها وزارة العدل ومكتب النائب العام والإف بي آي من أجل ملحقته ومنعه من خوض الانتخابات الرئاسية عمليا الرئيس ترامب يواجه الآن 91 تهمة في أربع محاكمات مختلفة وهذا أمر لم يحدث من قبل في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يكون هناك مرشح لمنصب الرئاسة أو رئيس سابق يواجه كل هذا الكم من التهم وبالتالي الجمهوريين الآن يقومون باستغلال الأغلبية التي يملكونها في مجلس النواب من أجل توجيه اتهمات مماثلة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهذا هو ما كان يحذر منه ترامب والجمهوريين في الواقع عندما كانت ديمقراطيين يقومون بمحاولة عزل الرئيس ترامب عندما كان في منصبه بين الأعوام 16 و20 والتحذير من أنهم إذا تملكوا الأغلبية في مجلس اللواب والشيوخ فأنهم سيقومون بعمل نفس الممارسات في مواجهة الرئيس بايدن ومحاولة عزله وكذلك كما أشرت حضرتك إلى محاكمته في حالة فشلوا في الفوز بفترة رئيسية ثانية وهزيمته أمام ترامب أستاذ خالد في دقيقة أو دقيقة ونصف على أقصى تقليل أنا أعتذر من حضرتك لكن الوقت انتهى ومدد خصيصا لهذا السؤال حول ما قاله جون بولتون بأن دونالد ترامب لا يجب أن ينظر إليه على أنه له ميول ديكتاتورية الرجل أبسط من ذلك بكثير أقل ذكاء هو فقط مطور عقاري وصول الأمر إلى حد التسفيه من قدرات دونالد ترامب بهذا الشكل يستهدف من ورائه فقط الاغتيال المعنوي كما يقولون أم هذا توصيف دقيق لحالة دونالد ترامب يعني هو توصيف دقيق جزئيا بكل تأكيد ولكن لا ننسى أن جون بولتون يعني بينه الكثير من العداء مع رئيس السابق ترامب عندما قام بفصله من المنصب كمستشار لأمن القومي وكتب كتابا تفصيليا يوجه فيه مختلف أنواع الاتهمات لبايدن ويتهمه عمليا بالجهل وهذه هي المشكلة أن بايدن دخل سباق الرئاسة وكأنه يقوم بإدارة أحد البرامج التلفزيونية التي كان يقوم بتقدمها في السابق قبل التولي منصب الرئاسة وبالتالي هو يميل أكثر للتوجهات الشعبوية وإثارة مشاعر الأمريكيين وتهددهم بأن الشخصية الأمريكية ستتغير نتيجة لمواجهات الهجرة القادمة من المكسيك واللعب على مثل هذه المخاوف والتقرب من المتدينين حتى أننا رأينا أنه يقوم مؤخرا أيضا ببيع نسخ من الإنجيل مقابل سبعين دولار بيسمى إنجيل ترامب فهو يستغل كل الوسائل المتوفرة لديه من أجل تعزيز فرصه في الفوز في الانتخابات المقبلة ويبقى بالطبع التحدي الحقيقي فيما يسمى بالولايات المتأرجحة وكيفية تحقيق الفوز فيها في الانتخابات التي يجمع كل الخبراء والمراقبين أنها ستكون شديدة صعوبة وقريبة جدا في النتيجة أستاذ خالد داود مدير تحرير الأرامويك لكنت معنا على الهواء مباشرة كالمعتاد من العاصمة المصرية القاهرة أشكرك شكرا جزيلا يتجدد اللقاء بعد دقائق بإذن الله